بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة إذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كروة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة ألتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوا إذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أنت الزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأريه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم لعلى فأخذه الله نكال الآخرة ولولا إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أنتم أشد خلقنا من السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكريها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها ترجمة نانسي قنقر